أم لأربعة شهداء وزوج مصاب بعدة شضايا وفاقدة لساقها الأيمن جراء سقوط صاروخ على منزلها خلال عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية تناشد اليوم السيد مصطفى الكاظمي للتدخل بحل قضيتها المتعلقة باستحقاقها لقطعة الأرض التي خصصت لها ولم تستلمها لحد اللحظة مما دعاها لطرق باب العراقية الإخبارية لإيصال صوتها بعد أن تقطعت بها السبل أنا أم لأربعة شهداء استشهدوا أثناء تحرير المنطقة القديمة وأنا على أثرها انصابيت بساقي بساقي اليمنى انبترت وساقي اليسراء محتاجة علاج لحد الآن هاي أربع سنوات لا أقدر أروح ولا أقدر أمشي ولا أقدر وناشدت جميع المسؤولين وبدون فايدة فأناشد السيدة الكاظمي حصرا ثاني موضوع بخصوص قطعة الأرض قطعة الأرض قدمت عليها سرقوها مني جمعت البلدية والله أشنو صارت الغيرتش أشن صارت الغيري عندي مستمسكات وعندي ثباتات بأن هاي الأرض أنا قدمت عليها منحصتي بس حقي ما عوف وأنا كمصابة وكمضحية وكحق زوجي كان موظف خدم الدولة وحق ابني موظف وصان وصان العهد سحبته من فات داعش لي حد ما انتهى داعش ابني قاعد بالبيت أكلنا حجر وما خلنا الوطن أناشد السيد الكاظمي أبو الغيرة أبو الشيمة تقبلها أنا انطيت خمسة خمسة انطيت وأني هميتها للعلم وهميتها أنا للعلم يعني تقبل أكثر من حقي ما أريد أبو عراق هو الآخر عبر عن همومه ومعاناته لإنصافهم باستلام حقوقهم كما جاء على لسانه أطلب منه أنه يساعدنا بأذي أمورنا وأنا هم مصاب إثناء التحرير مع أولادي ورجلي مليانة الشضايا والتهاب بالعصاب عندي لم يتبقى لأم عراق إلا أن تترك باب رئيس مجلس الوزراء بعد أن فقدت الأمل بمن وعدوها خيرا ولم تجني من وعودهم شيئا في نيلي حقوقها من داخل منزل أم عراق في مدينة الموصل خالد جبوري العراقية الإخبارية